النهاردة كان يوم فلسطيني بامتياز النهاردة كان يوم فلسطين يوم القدس وكان أركان جمعة دول عربية هي المضيفة لهذا المؤتمر الخاص بالقدس القدس سمود وتنمية ده كان عنوان هذا المؤتمر الخاص بالقدس بفكركم كان فيه قمة عربية في الجزائر أحد مخرجات هذه القمة عقد اجتماع رفيع المستوى ومؤتمر رفيع المستوى بيتكلم بس عن القدس والقدس عربية فلسطينية رغم أنف الكارهين والحاقدين النهاردة كان في مقر جامعة الدول العربية في التحرير الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ووفود من باقي الدول العربية ووفد الجزائر وزير خارجية رئيس وزراء المغرب مندوب باقي الدول العربية مندوب باقي الدول العربية كلمات كانت قوية بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمة بيتحدث فيها عن القدس الشريف بأنها كانت وما زالت وستظل هي قبلة وعصب القضية الفلسطينية وقضية العرب أجمعين ستظل القدس في القلب ليس ذلك فحسب وإنما يجب أن يتم البدء الفوري في حل حالة هذه القضية على أسس واضحة حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر بأن دولة فلسطينية تحت دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية قولا واحدا لا يمكن أن يكون هناك تراجع أو منقشة أو جدال أو مفاوضات حول عاصمة الدولة الفلسطينية المنتظرة هي القدس الشرقية مع الإبقاء على خصوصية القدس وما للعرب وما للمسلمين وما للمسيحيين من حقوق داخل القدس الشريف هذا المكان الذي يجمع ولا يفرق هكذا يكون هكذا ينبغي لكن ممارسات السلطات الإسرائيلية كانت وما زالت تتنافى مع كل هذه القيم سواء الأممية أو الأخلاقية أو مرجعيات أو مخرجات قمم سابقة